ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة الاجتماع السابع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ كوب 27 حيث تابع مدبولي خلال الاجتماع جهود الوزرات المختلفة في التحضير للمؤتمر المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل من مدينة شرم الشيخ وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن يتم غداً إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ موجهاً في هذا الإطار بسرعة تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالدورة السابع والعشرين مؤكداً أنه يتابع بنفسه بصفة دورية مع محافظ جنوب سيناء استعدادات المدينة لاستضافة هذا الحدث العالمي المهم ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة لصياغة خطة التحرك المستقبلية مع مؤسسات وجهات التمويل الدولية في إطار جهود جذب التمويل المطلوب للمشروعات المصرية صديقة البيئة والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر